اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية الصينية ماضية نحو مزيد من النمو والتطور بفضل ما تشهده مسارات التعاون ثنائي من تقدم على كافة الأصعدة ولفت سموه إلى مواصلة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والدفع به نحو مستويات أوسع بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعدت السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث أثنى سموه على جهود السفير الصيني في توطيل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات متمنين سموه التوفيق والنجاح لسعادة السفير في مهامه المقبلة وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشت مختلف المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية من جانبه أعرب السفير الصيني عن شكره وتقديره لما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمام بمواصلة تطوير العلاقات البحرينية الصينية والدفع بها قدما بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين متمنين لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر